وقعت الحكومتان الكويتية والأردنية مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة الكويت في تعهدات قمة مكة وتشمل تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبرنامج إقراضي بحدود 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الكويتي مدير عام صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وسفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وشاهد الحفل كذلك التوقيع للتفاقية في شان إعادة جدولة قرض كويتي بقيمة 300 مليون دولار على 40 عاما كما وقعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات على التفاهمات المماثلة مع الحكومة الأردنية